اشتركوا في القناة يعافينا كلنا يا رب ويعافي العالم كله من هذا الوباء بإذن الله يا رب وسبحان الله ويعني برضو رحمات من عند ربنا انه انتو اكتر دفعة خد التمارين على تير من الاول وده فضل ربنا علينا كلنا الحمد لله والشكر لله يا رب طبعا هنتكلم في الانتحان وهنتكلم في عدد الاسئلة بإذن الله بس بعد مبدأ الاول مراجعة التدريبات السابقة تعالوا مع بعض حبيبي نراجع الواجب الحلقة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الاول بقول لي اذا كان جات دين سيتا بتساوي جاتا اربعة سيتا حيث سيتا زاوية حدة موجبة اوجد قيم الزا تسعين درجة ناقص تلاتة سيتا يقول لي اولا الجاة بتساوي الجاتا خلاص حبيبي شطار عرف اللعبة يبقى الزاوياتين متتمتين يعني ستة سيتا بتساوي تسعين درجة اقسم على بدلا ما اقسم على الستة هقسم على الاتين عشان اجيب تلاتة سيتا مباشر على طول اقسم على الاتين يبقى تلاتة سيتا بتساوي خمسة واربعين درجة جبت تلاتة سيتا خمسة واربعين درجة عوض هنا يبقى تسعين ناقص خمسة واربعين يجيني خمسة واربعين ضع خمسة واربعين بكام بواحد وحبيبي كلهم عملوها الاختيار الف رقم اتنين بيقول لي ابسط صورة للعدل المركب واحد ناقص تيه الكل قس سالب عشرة يقول لي اولا انا هاخد واحد ناقص تيه الكل قس تنين يتفضل ايه برا يقول لي ايوه سالب عشرة عالي اتنين يبقى سالب خمسة لما اضرب اتنين في سالب خمسة يديني سالب عشرة تعان فوق قوس تربيع مربع الاول واحد مربع السالب تيه موجب تيه تربيع بسالب واحد الاول في كلفة اتنين سالب اتنين تيه الكلام ده كله الكل قس سالب خمسة واحد مع سالب واحد يتفضل سالب اتنين تيه الكل قس سالب خمسة سالب والقس فردي يديني سالب اتنين قس سالب خمسة يعني واحد على اتنين وتلاتين ته قس سالب خمسة قلت معاي على اداية كده على صوابعي سالب خمسة لا تقبل قسمة على اربعة نقص واحد سالب ستة نقص واحد سالب سبعة نقص واحد سالب تمانية تقبل على اربعة ايوة يتقضل ته قس تلاتة ته قس تلاتة ايوة عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن سالب ته تيب سالب تيه وفيه سالب بره يديني موجب تيه على اتنين وتلاتين او واحد على اتنين وتلاتين تيه والاختيار بتاعي هو الاختيار جيم السؤال رقم تلاتة بيقولي ده السين بتساوي سين زائد التين ده اللي من الدرجة الاولى وبعدين بيقولي سين تنتبه للفترة من سالب في الفترة من سالب اربعة الى تلاتة فان ده السين تكون موجب امتى يبقى باتكلم انا في فترة ايه هو مديني فترة معلومة الفترة من سالب اتنين الى تلاتة يبقى سالب اتنين الى تلاتة اهي ادي سالب اتنين ودي سالب اربعة الى تلاتة يبقى دي الفترة المعلومة فترة ايه فترة مفتوحة يبقى انا معرف على مجال هو عايز ايه اتدل اسمها سين زائد اتنين اجيب الاصفار ايوة يبقى سين بتساوي سالب اتنين هجي هنا عندي سالب اتنين ويديني الصفر بتاعي هو عايز ايه قال لي علي ميني درجة اولى علي ميني موجبة على شمالي سالبة طبعا مثل معامل سين وعكس معامل سين موجبة فين في الفترة من سالب اتنين الى تلاتة مفتوحة والاختيار بتاعي هو الاختيار دال الاختيار بتاعي هو الاختيار دال السؤال رقم اربعة بيقول لي اذا كان في الشكل المقابل قياس زاوية جيم يساوي قياس زاوية به عايز مساحة وكان مساحة المسلس الف جيم اللي هو الصغير تسعمية سنتيمتر مربع اوجد مساحة المسلس دال هي به واضح جدا ان انا عندي قياس زاوية الف هي جيم بتساوي قياس زاوية به هي دال بالتقابل بالرأس يبقى انا عندي زاوية مع زاوية وعندي زاوية به بتساوي زاوية جيم المسلسين متشابهين خد بالك اكتب التناظر بتاعي كويس جدا يعني جيم تناظر به خد بالك من الكلام يعني عندي جيم تناظر به وعندي الف تناظر دال الف تناظر دال طيب وهي تناظر هي يبقى دي هي ودي هي لازم اكتب التناظر كويس جدا بقول لي مساحة المسلس الف جيم هي يبقى مساحة المسلس الاول اللي هي كام مساحة المسلس الاول 900 على مساحة المسلس التاني انا عايزه بتساوي ايه يقول لي مربع نسبة ايه التشابه يعني بتساوي الف هي على دال هي الكل تربيع الف هي عندي بكام طيب دال هي مجهولة يبقى نشتغل مع جيم هي يبقى جيم هي مع به هي فين جيم هي ايوة جيم هي بتساوي خمسة وبه هي بتساوي ستة يبقى خمسة على ستة الكل تربيع ويعني تسعمية على ميم بتساوي خمسة وعشرين على ستة وتلاتين واضرب مقص نحصل على المساحة بتساوي المساحة بتساوي الف متين ستة وتسعين سنتمتر مربع والاختيار الف السؤال رقم خمسة بيقول لي القيمة الصغرى للدلة لي دال الجيب التمام دال الجيب بتساوي تلاتة داتة اتنين سين يقول لي عايز ايه القيمة الصغرى يعني بتكلم مع مين بتكلم مع المدى المدى بتاعي يعني المعامل المعامل تلاتة يبقى المدى الفترة من سالب تلاتة الى تلاتة طيب طيب هو عايز القيمة ايه الصغرى اللي هي سالب تلاتة والاختيار هو بي السؤال رقم ستة مجموعة حل المتبينة سين تربيع اقل من او تساوي يبقى نود الناحية التانية يبقى سين تربيع ناقص خمسة سين زائد اربعة اقل من او تساوي الصفر يقول لي احلل يبقى جيب الاصفار الاول ده السين بتساوي ونحلل الكلام ده يبقى عبارة عن سين ناقص واحد في سين ناقص اربعة بتساوي صفر ومنها سين بتساوي واحد وسين بتساوي اربعة هادي خط الاعداد هادي هنا سين وهنا دال سين انا بكلم عندي صفرين ايوه هادي واحد وادي اربعة مراعاة الترتيب على خط الاعداد يبقى هنا صفر برا مثل معامل سين تربيع في الدلة الاصلية الاشارة برا مجبة طب وجوه وجوه يبقى سالبة العكس طيب هو عايز ايه بقولي اقل من او تساوي يبقى الاصفار معايا يبقى عايزت امتى تكون سالبة وبتساوي صفر يعني هاخد معايا الفترة المغلقة واحد واربعة تكون الدلة اقل من او تساوي الصفر والاختيار بتاعي هو الاختيار جيم السؤال رقم سبعة بيقولي اذا كان ألب به ممس للدائرة عند نقطة به وكان قوة النقطة ألف بالنسبة لمركز الدائرة ميم بيساوي خمسة وعشرين سنتمتر مربع فان ألب به بتساوي خد بالك بالكلام ألب به ده قطعة ممسة طولها بيساوي ايه يقولي ايوة احنا اخدنا قنوات قنوات قوة نقطة قلنا قوة نقطة أقول قاف ألف بالنسبة الميم بتساوي ايه أول قانون اللي احنا خدناه المباشر اللي هو عباره عن ايه يقولي ألف ميم طبعا الحبابي بيسبقوني ألف ميم قال كل تربيع ناقص نق تربيع دي أول قناة القناة التانية يقولي ايوة افتكرت بتساوي مربع القطعة الممسة بالضبط كده يعني ألف بيه كل تربيع تربيع طيب ولو كانت جوه يقولي حاصل ضرب جسئي الوطر واخده بايه واخده بالسالب لو النقطة تنتمي إلى داخل الدائرة طيب لو كانت برة الدائرة يقولي صغير في كبير يبقى كلا رجعت القنوات إيجاد قانون قوة نقطة بالنسبة لدائرة يبقى من ضد القوانين اللي قلناها بيساوي مربع القطعة الممسة يعني ألف بيه كل تربيع بيساوي خمسة وعشرين ألف بيه تربيع خمسة وعشرين خد الجذر يبقى ألف بيه بتساوي خمسة سنتي لاختيار الأول بيقولي السؤال رقم 8 إذا كان ميم وثلاثة ناقص ميم هما جذري المعادلة واحد لما حيقولي أيوة هشتغل على مجموع الجذرين ليه عشان أطير الميم مع الميم اجمع الجذرين ميم مع سالب ميم يديني مجموعهم بيتساوي ثلاثة من القانون المجموع بيساوي إيه خلاص كبرنا وعرفتنا يقولي سالب معامل سين يعني موجة بألف على معامل سين تربية بواحد ومنها ألف بتساوي ثلاثة والاختيار بتاعي لاختيار جيم السؤال رقم 9 في الشكل المقابل عندي توازي أيوة استنتج إيه يقولي استنتج تشابه واستنتج تناسب وإذا كان مساحة المسلس ألف دلهي الصغير على المساحة الكبير كله ألف بتجيم كم لكام 25 إلى 81 عبارة عن إيه مربع نسبة التشابه يعني 5 على 9 الكل تربية يبقى نسبة التشابه 5 على 9 يعني ألف دال على ألف به 5 في دايرة على 9 في دايرة هو عايز إيه عايز ألف دال إلى دال به طيب الجزء دا نسبته خمسة الكبير 9 يبقى الصغير نسبته كام طبعا حبايبي عملوها والاختيار هو خمسة إلى أربعة هو الاختيار ألف السؤال رقم عشرة بقولي إذا كان سين بتساوي 2 زائد 3 ته يبقى سين جهزة 2 زائد 3 ته الصغير عايزة تتوضب لسه 3 زائد ته على ته يقولي أضرب بسته مقام في سالب ته ليه؟ عشان أتخلص من التخيلي اللي موجود في المقام طيب ته في ته بته تربيع ته في ته بته تربيع بسالب واحد فوق بقى هضرب هضرب بسته مقام في سالب ته يبقى هنا تحت يديني موجب واحد ته في ته بته تربيع بسالب واحد وفيه سالب يديني موجب واحد هنا هوزع يبقى سالب 3 في ته سالب 3 ته وسالب ته في ته يديني موجب واحد يبقى الناتج عندي 1-3 ته جبت السين وجبت الصاد هو عايز إيه؟ عايز قيمة المقدار سين تربيع ناقص 2 سين صاد زائد صاد تربيع بدل ما تقعد تعوض وتتعب وتربع السين وتربع الصاد وتضرب سين في صاد في سالب 2 وبقى تجمع قصة طويلة واحد بماح يقول لي لا أنا ملاحظ سين تربيع ناقص 2 سين صاد زائد صاد تربيع ده عبارة عن مقدار سلاسي مربع كامل طبعاً أحلله أفتح قص أكل تربيع جزر الأول سين جزر الثاني صاد شرط النص سالبة يقول لي إيه اللي عرفك الأولى مربعة بإشارة موجبة الأخيرة مربعة بإشارة موجبة جزر الأول سين جزر الأخير صاد اضرب في اتنين اداني حد أوسط المقدار أفتح قص الكل تربيع جزر الأول جزر الأخير الشرط الأوسط كده بقت سهلة أجيب سين ناقص صاد وربع تعال نجيب سين ناقص صاد ادي صاد بتساوي واحد ناقص ثلاثة هو عايز سين ناقص صاد غير الإشارات يلا هنال تلاتة سين ناقص صاد منساش الحد الأوسط الأول في الثالثين يديني اتناشر ته جمع الحقيقي يديني سالف خمسة وثلاثين زائد اتناشر ته والاختيار بتاعي هو الاختيار الف السؤال رقم حداشر بقولي اذا كان جا سيتا بتساوي جتا سبعمية وخمسين درجة جتا تلتمية درجة زائد جا سالف ستين درجة زائدها مية وعشرين طبعا السؤال فيه اختيارات طبعا ما فيه اختيارات هل عبده كله على الالة هيتديني ايه بقى الطرف الايسر هيتديني جزر تلاتة زائد اتنين على اربعة لما لعده كله على الالة هيتديني كده يجا سيتا بتساوي ايه يقولي بتساوي جزر تلاتة زائد اتنين على اربعة واضح جدا اول لقطة هو قالتنا ايه سيتا اكبر من صفر اقل من تلتمية وستين يعني بتكلم في الاربع تربع اول لقطة عنيك على الاشارة الاشارة مجابة ايوة يبقى افتكر الاربع الجاة ايوة هنا كل الدوال مجابة هنا الجاة ومقلوبها القاتل مجابة هنا الزاو مقلوبها الزاوة حبيبي طبعا اعرف الكلام خلاص حبيبي طيب يبقى ان الجاة مجابة فين يقول اول وتاني يبقى سيتا تنتبه للربع الاول او الربع التاني هتكلم مع الحد هعمل شفت صين اكتب الكلام ده جزر ثلاثة زائد اثنين الكل على اربعة شفت صين هتطلع لي الزاوية الحدة بتسوي كم هتسوي اربعة تمانية وستين درجة واربعة وخمسين دقيقة وثلاثة وثلاثين سانية طبعا ما عددت التلاثين اخدها بواحد يبقى خمسة وخمسين دقيقة جلت الزاوية الحدة ايوة يبقى دي اول قيمة لسيتا انا عايز الربع الاول طب الربع التاني اقول له مئة وتمانين ناقص انصر او سيتا بتسوي مئة وتمانين ناقص انصر ناقص الحدة هتطلع مئة وحداشر درجة وخمس دقايق والاختيار بتاعي هو الاختيار جيم السؤال الاخير بقولي اذا كان ميم احد جذري المعادلة سين تربيع ناقص سين زائد خمسة سين تربيع ناقص سين زائد خمسة بتسوي صفر اوجد قيمة المقدار ميم زائد ثلاثة زائد خمسة على ميم خد بالك من الفكرة رائعة جدا بما ان ميم احد جذري المعادلة يبقى ميم بتحقق المعادلة يقول لي ايوة اعود عن سين بميم يلا يبقى ميم تربيع ناقص ميم زائد خمسة بتسوي صفر بص اللعبة انا هنا مفيش صورة جهزة قدامي اعمل ايه يقول لي خلاص انا هنعبر على عدد خمسة بدلالة ميم يقول لي ايوة هوادي ده كله اهو خمسة بتسوي ستة زي ما هي ودي ده الناحية التانية باشارة مخلفة سالب ميم تروح الناحية التانية موجب ميم ميم تربيع تروح الناحية التانية سالب ميم تربيع خدتوا بالكو اعملت ايه حرايبي يقول لي ايوة انت هتعوض عن الخمسة بدلالة ميم تعالنا تشوف المقدار المطلوب ميم زائد ثلاثة زائد الخمسة دي هشلها وحط مكانها ميم ناقص ميم تربيع الفكرة رائعة جدا مقدار على حد يلا اسم معايا الاول على المقام ميم على ميم بواحد سالب ميم تربيع على ميم يديني سالب ميم والثلاثة زي ما هي والميم زي ما هي موجب ميم مع سالب ميم والناتج اربعة ولا ادمل ولا امتع من كده والاختيار بتاعي هو الاختيار به حبيبي ان شاء الله بإذن الله الامتحان اللي شبهة جاي ان شاء الله بإذن الله وانا طبعا منطمن ان شاء الله بإذن الله على حبيبي جدا 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 لان انتو تعبتو جدا هذا الترب وربنا ما بدايك تعب حد أبدا ان شاء الله هتفرحه وتبقى سعداء جدا بعد الامتحان ان شاء الله بإذن الله طيب الامتحان نظامه ايه في النظام العادي من غير الظروف كان فيه اربعين سؤال كان الزمن عندي يقدي ايه تلات ساعات قال لا احنا هنخفض الزمن هنخليه نص الوقت يبقى تسعين دي يعني ساعة ونص وبالتالي يخفض عدد الاسئلة هيبقى عدد الاسئلة قدي ايه تمانية وعشرين سؤال ان شاء الله بإذن الله تمانية وعشرين سؤال ده كل الاختبار منهم اربعتاشر هندسة اربعتاشر سؤال هندسة طبعا هندسة كبيرة واربعتاشر سؤال جبر ومثلثات تسعة جبر وخمسة مثلثات كل الاختبار اختيار من متعدد ما فيش مقالة يعني العملية بتسهلها هو الحمد لله يعني ان شاء الله بإذن الله الطالب الجيد عيخش يعني مستريح بإذن الله الطالب الجيد جيد تخيل بقى جيد جدا وامتياز يعني حاجة يا بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح بإذن الله فبإذن الله إن شاء الله طمن عليكم بعد الانتحان بإذن الله والطمنون إن شاء الله بإذن الله فكده الموضوع إن شاء الله بقى سهل جدا الترمي التاني إن شاء الله هيبقى عندي اختبار شهري كل شهر كل آخر شهر في اختبار هيجيلك على التاب في البيت على الشهر على منهج بتاعك يعني خلال التلات شهور هيحصل مجموع مع درجة الترمي الأول وكده إن شاء الله يكون انتهى العام طبعا الترمي التاني هيبقى قليل جدا فانتو هتصعفونا برضو إن شاء الله بإذن الله تعالى حبايبي بالنسبة للفزورة بقى اللي إحنا حطناها المرة اللي فاتت طبعا حبايبي عملوها بإبداع رائع جدا بس أنا عايز أقول ملحوظة دلوقتي أستفيد إيه من الفزورة الجميلة دي؟ افتكر عمليات في عمليات اتعملتها جمع وطرح وضرب وإسمك افتكر بقى طالما ما عنديش أقواس خد بالك ما عنديش أقواس يبقى عملية الضرب والقسمة تجرى أولا قبل مين؟ قبل الجمع وطرح تاني يبقى لو لقيت كلا أعداد مجموعة ومطروحة ومطروبة ومقسومة هعمل الضرب والإسمة أولا قبل إجراء عملية الجمع وطرح طبعا كل حبايبي جبوها جميلة جدا 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 النهاردة يا حبايبي هبدأ مراجعة ليلة الامتحان في الهندسة بإذن الله قلت أسبق شوية قبل ما ناخد المراجعة لقبل الامتحان مباشرة قبل ما ناخد المراجعة تعالي الأول أستعرض معاكم واجب النهاردة دي كلا التدريب الأول السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث السؤال الرابع الخامس السادس السابع السؤال الثامن السابع الثامن التاسع كده واضح السؤال بعد كده السؤال 10 11 12 قالت زودت المرادة لأسئلة شوية خلتهم 15 سؤال 13 14 15 وأسئلة جميلة جدا 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 تعالوا حبايبي نبدأ النهاردة مراجعة كيلة انتحان في الهندسة تعالوا تشوف أول سؤال مع بعض يقول لي بقى يمكننا القول أن المضلعين متشابهان إذا كانت نسبة طولي الضلعين المتناظرين فيهما متساوية يعني الأضلاع المتناظرة أطولها متساوية طيب يا طرى هيدا شرط كافي لإثبات تشابه مضلعين أنا مستني حبايبي جميل جدا فعلا زي ما حبايبي قالوا قالوا لأ نسبة طولي الضلعين المتناظرة أطولها متساوية والشرط الثاني الزوايا المتناظرة متساوية في القياس يبقى لازم تحقق الشرطين معا والعبارة هنا العبارة خطأ ونظلل لاختيار ألف السؤال رقم اتنين بيقول لي في الشكل المقابل نسبة تشابه المسلسين جيم به ألف وبه دالهه خد بالك بالكلام هو عايش نسبة تشابه يقول لي الله هو جيم هو جيم هنا بتناظر به خد بالك من الكلام يقول لي الله ده كاتب المسلسات غير مرتبة مش كاتب الرؤوس المتناظرة أيوة احنا اتفقنا قبل كده قلتلك لما اتب مسلسين متشابهين أنا حر أقدر اتب بأي ترتيب لكن أنا أخد بالي كويس قوي لما أجي أجيب التناسب لابد من ترتيب الرؤوس المتناظرة وانتو عارفين الكلام ده كويس جدا يقول لي أيوة يبقى قبل ما أجيب نسبة تشابه تعالى نكتب المسلسين هو قال لي جيم به ألف أيوة تعالى اكتبهم هكتبه زي ما هو عمل جيم به ألف يشابه مين تعالى نشوف بقى المناظر يقول لي أيوة أنا عندي توازي يبقى جيم تساوي مين يقول لي أيوة تساوي هي بالتبادل يبقى جيم تناظر هي طيب وبيه تناظر مين تناظر بيه بالتقابل بالرأس وألف تناظر دال طبعا وانا أجيب هنا لابد من مراعاة آية الترتيب وانا ألتلك هنا ممكن يلغبطني ويديني المسلسات غير مرتبة هجيب نسبة التشابه يبقى لابد من إعادة آية الترتيب هو عايز نسبة التشابه أيوة بالترتيب بقى يقول لي أيوة يعني ممكن أقول به جيم أهو أو جيم به على المناظر مين المناظر هي به يبقى جيم به بكام يقول لي بستة ونص نسبة التشابه بتساوي ستة ونص على تمانية علامة خمسة واربعين سمع الآلة هيديني إيه هيديني عشرة على تلات تاشر ونسبة التشابه الاختيار جيم وسؤال جميل جدا السؤال اللي بعده بقول لي في الشكل المقابل عندي إيه عندي دا له بيوازي جيم به أيوة استنتج تناسب واستنتج تشابه عايز إيه عايز قيمة سين وعايز قيمة صاد وعايز محيط المثلث إيه الكبير قال به جيم يقول لي أولا أنا ممكن أقول ستة على سين بتساوي خمسة على صاد دا مش من التشابه دا من التوازي يقول لي طيب أنا مش أستفيد بيها يبقى استفيد بالتشابه أحلى يلا مع بعض يقول لي أيوة هاخد إيه ستة على ستة يبقى صغير على كبير ستة على ستة زائد سين بتساوي صغير على كبير أربعة على سبعة بتساوي صغير على كبير خمسة على خمسة زائد صاد كلام رائع جدا تعالوا نكمل الكلام يقول لي أخذ النسبة الأولى مع التانية أيوة اختصر معايا اختصر معايا على اتنين فيها تلاتة على اتنين فيها اتنين اضرب ماس اضرب ماس أيوة يبقى اتنين في ستة باثناشر زائد اتنين في سين باثنين سين بتساوي تبعة في تلاتة واحد وعشرين يبقى اتنين يبقى اتنين سين بتساوي هنا كام واحد وعشرين ناقص اتناشر يديني تسعة ايه سمعال اتنين سين بتساوي اربعة ونص وجبت المطلوب الاول تعالوا نجيبي الصاد يقول لي اخذ النسبة دي مع النسبة دي يبقى اربعة على سبعة بتساوي خمسة على خمسة زائد صاد يقول لي ايوة يعني خمسة زائد صاد مضروبة فاربعة يبقى خمسة فاربعة بعشرين زائد اربعة فصاد اربعة صاد بتساوي خمسة فسبعة خمسة وتلاتين هواد دي ناحية التانية يعني صاد بتساوي اربعة صاد بتساوي خمسة وتلاتين على خمسة وعشرين بتساوي ناقص خمسة وعشرين يقول لي بتساوي عشرة يبقى عايز اجيب قيمة صاد اقسم على الاربعة يبقى عشرة على الاربعة تاني خمسة على خمسة زائد صاد بتساوي اربعة على سبعة يبقى هادرب مهص يبقى اربعة في خمسة بعشرين اربعة في خمسة بعشرين يبقى هنا دي كام 35 نقص عشرين يديني 15 يبقى هنا 15 على الاربعة يعني بتساوي 3 و 3 اربع يعني 75 من مية وجبت قيمة صاد انت جبت قيمة سين وصاد ايوة اقدر اجيب قلب به يقول لي ايوة قلب به بتساوي يقول لي 6 زائد سين السين جبناها باربعة ونص مع الستة يبقى قلب به عبارة عن عشر ونص اقدر اجيب قلب جيم يقول لي ايوة قلب جيم بتساوي 5 زائد صاد صاد بكم بتلاتة خمسة وسبعين من مية يبقى تمانية خمسة وسبعين من مية سنتي اقدر وعندي بيه جيم معلومة ايوة بيه جيم بتساوي 7 سنتي عايز المحيط ايوة محيط المسلس قال لي بيه جيم مجموع اطفال اضلاعه اجمع الاضلاع كلها اطلع 26 وربع سنتيمتر وسؤال رائع جدا السؤال اللي بعده يقول لي في الشكل المقابل اذا كان اوجد قيمة سين يقول لي ايوة سهلة تقاطع وطرين داخل الدائرة انا مستني حبيبي يرد علي يقول لي يبقى حاصل ضرب جزئي الوطر الاول يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التاني يعني سين زائد واحد القوس حفظ عليه في سين ناقص واحد بتساوي ايه يقول لي ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين عملت معادلة ايوة تعال الحل هاي المعادلة يقول لي هنا واضح جدا القوسين متشابهين ومختلفين في اشارة الوسط خد بالك في ناس بيقولوا عليهم مترافقين لا طبعا دول مش مترافقين مترافقين دي في الاعداد المركبة يبقى ما يكون عندي مقدارين مختلفين في اشارة الوسط اوعى تقول عليهم مترافقين ابدا كلمة مترافقين ما بتجيش الا مع الاعداد المركبة يبقى قول لي ايوة ده القوسين دول حاصل ضربهم يديني فرق بين مربعين مربع الاول سين تربيع ناقص مربع التاني واحد كل ده بيساوي 24 وده الناحية التانية يقول لي ايوة يبقى سين تربيع بتساوي ايه يبقى سين تربيع بتساوي 25 حلو الكلام ممتع الكلام 25 خد الجز طبعا مش هاخد السالب لانه بتكلم معه اطوال يبقى سين بتساوي موجة بخمسة كلام رائع جدا وهو عايز قيمة سين بس ايوة يبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار جيم السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل عايز قوة النقطة الف بالنسبة للدائرة ميم يبقى ميم مركز الدائرة الف به مماث للدائرة يمسها عنده نقطة به طيب والف ده عبارة عن ايه عبارة عن شعاع يحمل وطر في الدائرة عايز قوة نقطة ايوة احنا لسه قلين قنوات قوة نقطة بالنسبة لدائرة بتساوي ايه يقول لي ايوة بتساوي مربع القطعة الممسة يعني ألف به لكل تربية وبتساوي ايه تاني يقول لي ايوة شعاع يحمل وطر يبقى صغير في كبير كل دي قنوات الميل طب ألف به تربية عندي لا ده يقول لي ألف به تربية نقص لقى تربية ماينفعش ألف مين تربية نقص ألف به تربية برضو ماينفعش يبقى ده غلط وده غلط طيب بتساوي ايه يقول لي صغير في كبير الصغير كام خمسة في الكبير كام هو تتلغبط ايوة الله عليكم سامح حبايبي خمسة تمانية بتساوي اربعين والاختيار بتاعي هو الاختيار دال السؤال اللي بعده بقول لي اذا كان مجموع مساحتين سطحين مضلعين متشابهين مجموعهم ادي مئة وسبعين سنتيمتر مربع والنسبة بين محيطين هم الله سامح حبابي بقول لي ايوة ترامت داني النسبة بين المحيطين هي دي نفسها نسبة التشابه طبعا تلاتة على خمسة هي معامل التشابه وهي نسبة التشابه وهي النسبة بين طولي اي ضلعين متناظرين كل ده مسميات واحدة يبقى النسبة بين المحيطين بتساوي نسبة التشابه يعني النسبة بين طولي ضلعين متناظرين كلا الكلام واضح جدا وبتكلم بالراحة وبقول وبعيد وزيد عشان حبايبي يركزوا معايا كلام رائع جدا عايز مساحة كل من هما تعال اقتب معايا كده هو ادياني هنا مين واحد ومين اتنين مجموعهم كام يقول لي مجموعهم مية وسبعين سنتيمتر مربع النسبة بين محيطة يهمة ايوة يبقى النسبة بين مساحة يهمة اعمل ايه الله حبايبي قالولي ايوة مساحة يعني هالربع يبقى تسعة الكام يقول لي تسعة الى خمسة وعشرين اجمع النسبة بتاعتك اجمع مجموع النسب ليه جمعت عشان هو هنا جامع طيب اجمع معايا تسعة وخمسة وعشرين يديني اربعة وثلاثين انت عايز ايه يقول لي عايز مساحة الاول اضرب مقص تسعة في مية وسبعين على اربعة وثلاثين تسعة في مية وسبعين على اربعة وثلاثين هنحصل على مساحة الاول بتساوي خمسة واربعين سنتمتر مربع ومساحة التاني اقدر اجبها يقول لي ايوه اطرح خمسة واربعين من مية وسبعين او هضرب مقص خمسة وعشرين في مية وسبعين على اربعة وثلاثين هيطلع مية خمسة وعشرين سنتمتر مربع والاختيار بتاعي هو الاختيار جيد خد بالك انا ممكن Jageeb نفس المسألة بدل ما اقولك مجبوع المساحتين اقولك الفرق بين المساحتين خد بالك انا ممكن اجيب نفس التمرين هو هو مرة اقولك مجبوع المساحتين معلوم ايوه يبقى اجيب النسب ازاي هربع النسب ليه بتكلم النسبة بين المساحات تساوي مربع نسبة ايه التشابق وادمع النسب ليه هو قال لي مجبوع المساحات طب لو غيرت المسألة وقلت لك كده قلت لك الفرق بينهما يقول لي ايوه يبقى هنطرح النسب هنطرح النسب ايوه واقع من المقصات تاني واجيب مساحة كل منهما تعالوا نشوف الفكرة ايه اللي بعدها في الشكل المقابل اذا كان مساحة المسلس ده اللي هو الصغير ده 6 سنتي متر مربع اوجد مساحة المنطقة المظللة يقول لي مش هقدر اجيب مساحة المنطقة المظللة الا اذا الا اذا ايه جميل جدا الا اذا عرفت مساحة المسلس الكبير طيب بتشايفين حاجة حبايبي يقول لي ايوه انا عايز اثبت اولا ان المسلس الصغير ده اللي هو وو ده ليه يشابه المسلس قالب بهجيم مين هيثبت معايا قالوا نستنى حبايبي يكلموني جميل جدا انا سامح حبايبي قالوا لي قياس زوية دال تساوي قياس زوية به من اين من التوازي واو دال يوازي البيه وبهجيم قاطع لهما بالمثل واو هي يوازي البيه جيم ايوه وبهجيم قاطع لهما يبقى قياس زوية هي بتساوي قياس زوية جيم زويتين من الاول بيساوي زويتين من التاني اذا المسلس الصغير واو دال هي ماله يشابه المسلس كبير خد بالك بالتناظر طبعا يبقى هنا واو واو ايه وهنا به تقابل دال خد بالك قلنا دال تقابل به بتكلم في الكمير بقى يبقى واو تناظر ايه تناظر الف يبقى هنا الف به ايوه كلام جميل جدا اوه عايز ايه عايز اجي من نسبة بين المساحتين يقول لي ايوه مساحة الصغير بكم مساحة الصغير بستة على مساحة الكمير عايز اجيبها هفرضها بمين بتسوي ايه يقول لي مربع نسبة التشابه يعني دال هيه على المناصر على بهجيم دال هيه بكام دال هيه بتلاتة على بهجيم بكام اجمع معايا خمسة وتلاتة تمانية واحد تسعة واعتنسى الكل تربية تالي قلنا اثبتنا ان المسلس الصغير واو دال هيه يشابه المسلس الكبير طيب دال هيه بكام بتلاتة المناصر مين بيهجيم بكام بتسعة تلاتة على تسعة الكل تربيع اختصر معايا يقول لي ايوه هاختصر معاك تلاتة مع التسعة يديني تلت تربيع بقى التسعة يعني ستة على مين بتساوي واحد على تسعة حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى مساحة الكبير اربعة وخمسين سنتيمتر مربع طيب هو مش عايز مساحة الكبير مساحة المنطقة المزللة مساحة المنطقة المزللة بتساوي مساحة الكبير نقص مساحة الصغير نقص ستة يديني كام تمانية واربعين سنتيمتر مربع ولا أسهل ولا أجمل ولا أمتع من كده يبقى أنا معلوم عندي مساحة الصغير وقدرت من خلال التشابه أجيب النسبة بين المساحتين وحصلنا على مساحة المسلس ألب بي جيم بتساوي كام الله عليكم اربعة وخمسين سنتيمتر مربع المطلوب مساحة المنطقة المزللة عبارة عن ايه يقول لي مساحة الكبير ألب بي جيم اربعة وخمسين سنتيمتر مربع نقص مساحة الصغير ستة نحصل على مساحة المنطقة المزللة بتساوي تمانية واربعين سنتيمتر مربع والاختيار بتاعي هو الاختيار جيم السؤال إيه اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل قال بيه جيم دال ماله يشابه عن صاد سيل لان كلام رائع جدا عندي شكلين ربعيين متشابهين اوجد قيمة سيل كلام رائع جدا يقول لي أولا من خواص التشابه يقول لي الزوايا المتناظرة مالها متساوية في القياس يبقى صاد تناظر به أيوة صاد تناظر به يبقى معنا كده ان بيه بتساوي 93 درجة وعين تناظر ألف يعني بتساوي 107 درجة عندك شكل ربعي شايفو ألف بيه جيم دال شكل ربعي مجموع قياسات الزوايا الداخلة للربعي أيوة جميل جدا فعلا بتساوي زي ما انتو قلته 360 درجة يقول لي أيوة يعني أجمع الثلاث زوايا دول واترحهم من 360 نحصل على قياس الزاوية الرابعة كلام سهل جدا أنا عندي ثلاث زوايا معلومين أيوة هجمعهم واترحهم من 360 نحصل على قياس الزاوية الرابعة الزاوية الرابعة اسمها إيه؟ اسمها 2 20 قياسها زائد 17 بتساوي إيه؟ يقول لي هجمع الثلاث زوايا لما أجمع الثلاث زوايا هيديني كام؟ يديني 275 هطرحها من 360 نحصل على 85 درجة قياس الزاوية الرابعة يبقى دي بتساوي 85 بقت معادلة جميلة ودي الناحية التانية واطرح أيوة يديني 68 درجة اقسم على الاثنين ومفيش أحلى من كده ولا أمتع من كده يبقى شين بتساوي 34 سؤال جميل وسهل جدا بص بقى حبيبي حدوتة رائعة جدا وهتبين الناس اللي فاهمين رياضة خد بالك معايا بقول لي بقى شيدة يعني بدينة مصرح شيدة مصرح لمهرجان الموسيقى على هيئة مسلس متساوي الأضلاع كلام جميل جدا هننشئ مصرح لمهرجان الموسيقى على هيئة مسلس متساوي الأضلاع مساحته 117 متر مربع وخلال تمرين الأداء يعني بيعملوا بروفا أثناء البروفات اكتشفه أن المصرح ينبغي أن يكون أصغر حجما عايزين يصغروا حجم المصرح ليه؟ ليسمح ليه المعدات وعشاق الموسيقى بالوجود بكسافة داخل القاعة يعني عايزين يعملوا زحمة في القاعة يعني عايزين يصغروا المصرح عشان يبقى فيه كسافة يعني فيه زيادة عندنا سواء في المتفرجين والمعدات أزيلت هيعملوا إيه بقى عشان يستغروا المصرح؟ أزيلت مسلسات متساوية الأضلاع من كل ركن من المسلس الأصلي جيت عند الركن هدي المصرح أهو على شكل مسلس متساوي الأضلاع جيت عن الركن ده هشين مسلس متساوي الأضلاع خد بالك وهنا مسلس متساوي الأضلاع وأيضا الأطفال هنا خد بالك متساوية أضلاع المسلس ده يساوي أضلاع المسلس ده يساوي أضلاع المسلس ده يبقى جيت عند الركن الأول شلت مسلس متساوي الأضلاع عند الركن التاني شلت مسلس عند الركن التالت وهكذا خد بالك مسلسات كلها الأضلاع كلها متساوية زي ما أنا عامل في الرسمة الله لما احنا شرنا ده وشرنا ده وشرنا ده إيه اللي تبقى عندي؟ تبقى عندي شكل جميل جداً شايفينه اللي أنا بظلله ده يقول لي الله ده تفضل عندي إيه؟ شكل سداسي منتظم أهو فأصبح الشكل النهائي للمسرح على هيئة سداسي منتظم الله اوجد مساحة المسرح السداسي الجديد رائع جداً سؤال رائع جداً يقول لي أولاً تعالى هنا مش أنا عندي توازي أقول له آه يقول لي أولاً أنا عندي هنا دس ودس منتظم يبقى جميع أضلاعه متساوية يقول لي الله يبقى الجزء ده بيسوي الجزء ده بيسوي الجزء ده خد بالك من الكلام يقول لي أيوة مساحة المسلس التغير هسميه ميم واحد على مساحة المسلس الكبير يقول لي ميم واحد على مساحة الكبير أيوة 117 مالها بتساوي مربع النسبة بين طليض العلم وتناصرين يقول لي واحد إلى تلاتة الكل تربيع يعني بتساوي واحد على تسعة ميم واحد بتساوي 117 على تسعة بتساوي كام إيه سمعايا في الواحد يبقى تدين 13 متر مربع جبت مساحة المسلس الواحد هنكمل ولكن بعد هذا طيب يبقى معانا وقت معانا وقت بيه مواحد بتساوي 13 متر مربع جبت المساحة الصغير أيوة خد بالك من الكلام أنا جبت المساحة ده كده كان 13 متر مربع لغاية هنا عنده ترتين يا حبيبي الطريقة الأولى يقول لي أولا أنا شلت التلات مسلسات أيوة يبقى تلاتة في تلاتاشر بكام يقول لي بتسعة وتلاتين متر مربع هشلهم منين هشلهم من هشلهم مية وسبعتاشر يديني كام 78 متر مربع يبقى كلا حبيبي وصلنا لنهاية طيب هنطلع طيب وصلنا كده لنهاية الحلقة طيب يعني حبيبي الواجبات طبعا تمنوها إن شاء الله تباكوا عليكم بإذن الله في نهاية الحلقة أتمنى لكم أن كل وفريق العمل النجاح والتفوق دائما مع سر التفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر